أرشيد سعيد أفهم من كلام الضيف من لندن القنصل محمد عكاشة وكأن بالأنظمة الأخرى كانت لها أنظمة أمنية أو أجهزة أمنية قوية وسقطت إذن هذا يدل على أنه بالإمكان إذن بشكل أسهل ربما سقوط النظام في السودان أولا يعني الأخ محمد عكاشة تحدث عن شهادته ونعتقد أن شهادته مجروحة باعتباره هو أولا قنصل ونحن نعرف أن موقع القنصل في سفارات السودان ماذا يعني؟ الشيء الثاني هو موظف لدى حكومة جمهورية السودان ولدى نظام الفريق عمر البشير لذلك لا يمكن أن يقول إلا ما يقوله هو يغالط الواقع هناك صور هذه القناة في بداية هذه الحلقة عرضت تقريرا وعرضت صور للتظاهرات نحن لسنا في مرحلة إحصاء كم من الناس يخرجون إلى الشارع نحن نتحدث عن احتجاجات شعبية لم نتحدث حتى الآن عن صورة شعبية هدفها النهائي هو إسخاط النظام بالفعل ولكنها لم تتخذ بعد كل شكلها النهائي هذه الحركة الشعبية بدأت صغيرة هي تتقدم يتواجه نظام قمعي ويتحدث عن أن جهاز الأمن السوداني ليس بأقوى من جهاز أمن بن علي أو القزافي أو مبارك أنا ليس في بجال المقارنة ولكن هناك رقم واحد يعكس واقع الأمن السوداني أن الأمن السوداني يستحوز على 70% من ميزانية دولة السودان 70% من ميزانية الدولة تسهب للأمن والقوات المسلحة وهذا يعطي فكرة عن حج هذه القوات وعن مدى قدراتها وعن قدرتها على القمع وهو ما نشاهده كل يوم هو يتحدث أن هناك مظاهرات بالعشرات والخمسين والسبعين ولكن اليوم في سجون السودان هناك أكثر من ألفين معتقل هناك أكثر من ألفين معتقل إذا أخذنا الطريقة العادية التي يتم بها حساب المظاهرات في أي دولة محترمة في العالم قصات كل معتقل هناك أكثر من ألف متظاهر يخرج إلى الشارع يعني هذه في طريقة الحساب المظاهرات العادية إذن ما يقوله الآخر أعتقد أنه يطمئن نفسه أعتقد أن حتى رأس الدولة الفريق عمر البشير تحدث في مرتين عن هذه المظاهرات وفي كل مرة كان يصر قلقا شديدا من هذه التظاهرات إذا كانت هذه التظاهرات لا تعني شيئا ليس فيها أعداد كبيرة لا تؤثر على النظام الشعب السوداني لم يقرر لماذا كل هذا القمع؟ لماذا كل هذا الإرهاب؟ لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي؟ هو يتحدث عن الفيسبوك والتويتر لماذا يلجأ الشباب إلى الفيسبوك والتويتر؟ لأن أجهزة الإعلام الرسمية الصحافة في السودان أصبحت مدجنة هناك قيود كبيرة على الصحافة التلفزيون لا يوجد غير التلفزيون الرسمي حتى القنوات الفضائية التي تحاول تصوير بعض هذه الأشياء يتعرض مراسلوها للضرب يتعرض مراسلوها للاعتقال مراسل قناة الكويت تم اعتقاله قبل أيام فريق قناة الجزيرة أيضا تعرض للضرب قبل أيام إذن هذا النظام يفعل كل ما في وضعه لقمع هذه الانتفاضة أعتقد أن هذه الانتفاضة تتقدم هذه الانتفاضة صحيح أنها لم تصل حتى الآن إلى قيمته ولكن نجب أن ناخذ في الاعتبار ثلاث أشياء أن السودان لديه واقع خاص كل الناس في السودان لا يستخدمون نفس الوسائل هنا قوى مسلحة تحمل السلاح في جنوب النيل الأزرق في جنوب كردوفان وفي دارفور هذا شكل من أشكال النضال الذي تمارسه هذه القوة هناك قوة حديثة موجودة في المدن تمارس النضال بأشكال التظاهرات وهذه الأشكال هناك النقابات كما تحدثت الآن نشهد تحركا في أوساط النقابات نقابة المحامين والطباء وستعقبها أعتقد نقابات أخرى تستعيد تنظيماتها النغابية التي حلتها السلطة وحولتها إلى اتحاد العمال هل تعلم أن الطبيب والعامل والمهندس والفني جميعهم يجمعهم اتحاد عمال واحد وعن رئيس اتحاد عمال السودان هو بروفيسور رئيس اتحاد عمال السودان هو بروفيسور جامعي هذا لا يعقل طيب ربما تجيب على كل هذه الملاحظات ولكن بالنظر إلى ما قلته وما قاله سعيد يعني المعطيات موجودة التجارب كانت سابقة أليس من الأجدر الدخول في حوار محاولة احتواء ما يجري عوضا عن تجاهل ما يجري على الأرض أو ما نراه على الأقل على الصور نعم في واقع الحال حتى نصل لاستنتاج صحيح حول ما يجري في السودان فلا بد أن نعيد الأمور للروث كوسيس أو الجزور المشكلة هي نفسها نحن الآن نتحدث عن احتياجات على وضع اقتصادية الأزمة المالية العالمية التي ضربت العالم في العام 2007 لم تستسنى دولة هذه الأزمة ضربت الولايات المتحدة الأمريكية ضربت بريطانيا وضربت أسبانيا وضربت دولهم كثيرة جدا رأينا احتجاية كبرى وعظيمة جدا في ظاهرة تحتل الولايات المتحدة في أغسطس الماضي رأينا مظاهرات هنا في لندن خرية فيها ألاف شباب في أكسفورد ستريت في لندن نفسها طيب ولكنها لم تقمع ولكنها لم تقمع بعنف دعني أكمل لك الحديث هذه التظاهرات غمعة تماما تمكنت غواط الشرطة البريطانية من احتغال أربع ألف شخص وضعتهم السجن حتى أن المحاكمة البريطانية حاكمت شابين وحكمت عليهم بأربع سنوات السجن لأنهما حرضا على التظاهر في الفيسبوك السيد ديفيد كاميرون هذا التوثيق ذكر أن هذه الاحتجاجات إذا لم تتوقف سوف يأمر الجيش بالنزول للشارع هذه الأزمة الاقتصادية مرت بها كل الدول بالأمس أنت رأيت وكلنا رأينا ما جري في أسبانيا من احتجاجات الاحتجاجات هذه وعلى رغم صغرها التي نتحدث عنها في السودان هي احتياجات على أوضاع اقتصادية وعلى العموم مبدأ الاحتجاج في السودان هو مكفول للمواطن السوداني بموجب الدستور في السودان حتى المواطن السوداني من حقه أن يغاضي رئيس الجمهورية الآخر الكريم في الستوديو يتحدث عن مستوى الحريات أنا لا أستطيع أن أقول أن السودان قد بلغ مرحلة الكمال في الحريات والكمال لله لكن صراحة وضع الحريات في السودان أفضل بكثير من دول كثيرة جدا لدينا في السودان أكثر من أربعين صحيفة لدينا حرية التنظيم السياسي ودليل على ذلك أن غادة الأحزاب السياسية الكبرى في السودان سواء كان السيد الإمام الحبيب الصادق المهدي أو كان السيد دكتور الترابي أو السيد المرحوم السيد نقود عليه رحمت الله رئيس الحزب الشويعي كلهم كانوا يوجدون في السودان أنا لا أظن أن السيد الشريف أكثر معارضة للحكومة من هؤلاء الغادة هؤلاء الغادة يوجدون الأهم في السودان ويعارضون من السودان ولديهم أحزاب. وهذه الأحزاب لديها دور. وهذه الأحزاب تعقل ندواتها وتمارس. وتقوم بكل الممارسة السياسية الكاملة. حقيقة للسودان. أنا أعتقد أن هناك كثير من المغالطات في حدث. لو تكررنات يا سيد شريف. هناك الكثير من المغالطات. دعني يكمل حديث يا سيد شريف. لما أغطأت. دعني يكمل حديث. وعندما تحطى لك الفرص يمكن أن نتحدث. هو نقاش. واسمه نقاش. يمكن لكم تتجاذب أطراف الحديث. طبعا. تفضل. لا. طبعا. لكن أنا لم أكمل نقطة. بعد أن أكمل النقطة. يمكن أن نتداخل. هذا النراش. كل غادة المعارضة يدون في السودان. يمارسونه كافة النشاط السياسي. وبكل حرية. ليس هناك غمع. ليس هناك غبط. هناك ثلاثة من سيادات المعارضة موجودين في السجون. هناك المحامي ساطع الحاج. رئيس الحزب الناصري موجود في السجن. أبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر الوطني موجود في السجن. حزب المؤتمر الوطني؟ حزب المؤتمر المؤتمر. عدد حزب البحث موجودة الآن في السيول. الكثير من قادة حتى أرد عليك أعطني اسم الشخص والحزب الذي ينتمي لهم. قلت لك ساطع الحاجة. هناك حزب وطني واحد. لا هناك الكثير من هناك حزب وطني واحد معترف به من قبلكم. ولكن هناك الكثير من الأعزاب. الأعزاب لا تحتاج إلى اقتراف. أنت لم تسمع به. ولكن هو موجود. ورئيسه موجود في السيول. طيب أمنحكم 40 ثانية للتفكير. ولكن بعد الأخبار نعود.